الآن وصول الوفد القطري وعلى رأسهم وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى قاعة العلا أو قاعة مرايا في العلا القمة هذه بالتأكيد ستناقش عددا من الملفات الاستراتيجية المهمة كما تحدثنا سابقا وتعزيز العمل وتحقيق أيضا الوفاق وتحصين البيت الخليجي من الداخل أيضا هناك أولويات سياسية مشتركة بين دول مجلس التعاون وهناك تأكيدات من المراقبين أن الملف الرئيس الذي سيحظى باهتمام القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون هو ترتيب البيت الخليجي